دانت وزارة الخارجية الأمريكية قصف ميليشيات الحوثية الإرهابية بصاروخين باليستيين على حي سكني في مدينة مأرب يوم الثلاثاء الماضي والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص بينهم طفل وإصابة عشر آخرين بينهم ثلاثة أطفال وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في متمر صحفي ندين بشدة الهجوم الصاروخي الحوثي على حي سكني في مأرب في التاسع والعشرين من شهر يونيو المنصر لقد أودى بحياة المدنيين بما في ذلك حياة أطفال وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية سائمت وضاقت ذرعا من الهجمات المتكررة على مأرب معتبرا أن مأرب باتت موطنا لأسوأ كارثة إنسانية في العالم أن الهجوم الحوثي يفيقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني أشهد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بحرص الحكومة اليمنية على السلام وشددا بأنه حان الوقت لإنهاء الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني